في جزئية تانية عشان عايز ارجع بها الاستاذ عبد الحكيم ابو عالم فتوح فتوح الامور بالنسبة لها تحسن متخلص في ناس الزمالك ولا لسه انت عايز ترجع فتوح اهلي ولا زمالك انت عايز تخدصها طول قبل ما رحل انا ممكن اخلاصه لك خال وليم يكونش في زد اصلا جديدة دي ها سمعت الموضوع زد بس هل هو رأي فعلا من زد في طفاوط حصل مع ممثل بيتكلم باسم فتوح يعني في الفترة الاخيرة كان جس نبض خد بالك زد من الانديال المرحبة انها تتعاون مع زمالك او تدعمه في الفترة لو عز زمالك محتاج منها حاجة ولكن احد الوسطاء انا مقولكش مسؤول رسمي في زد برضه عشان الكلام يبقى دقيق احد الوسطاء قال ان ناس الزد بيرحب ان هو هيضم احمد فتوح وتواصل مع وكيل فتوح لسه ما حصلش تفاوض رسمي ما بين ادارة زد وفتوح ولكن فيه عرض كده من خلال وسيط وعرض كو جد فلو في مصر هتلاقي منافس للاهل والزمالك هتلاقي فيه اهتمام كبير خاصة من زد ولو خارج مصر هتلاقي من السعودية فتوح هتكمل في الزمالك هيحصل جلسات جديدة الفترة اللي جاية على اساس هيكمل انت شايف انه قريب انه يجد للزمالك ولا بعيد انا قلتلك اخر مرة فتوح طالب ستين مليون وبعد كده كل الناس قالت موضوع ستين مليون وانه هو عايز ستين مليون منح التعاقد اذا مالك مش هيدفع على الارقام دي مش هيدفع حتى مش عايز اقولك منح التعاقد يعني نص الارقام دي اذا مالك في كل الاحوال شايف ان منح التعاقد كده كده هتدخل في العقد بتاع اللعيب فبالتالي اجمال العقد ما ينفعش يزيد عن المت مليون جنيه مش يوصل ل150 و160 والارقام دي عظيم